وزي ما انتم شايفين قدرنا نحول جهاز الموبايل بالزبط كأنه شاشة كمبيوتر نقدر نعرض من خلالها جهاز الكمبيوتر على الموبايل ونشتغل من الماوس عادي وكأن بالزبط الموبايل شاشة كمبيوتر ونقدر نشغل كمان اللاب توب لو شاشته مقصورة فهأي مشكلة هتقدر تعرضها على الموبايل وتوصلها على الموبايل ويشتغل معاك بطريقة جميلة وأول مرة تتعامل على اليوتيوب ياريت أخي وحبيب اللي بشاهدني الآن يشرفنا ويقدر يشاهد الفيديو للنهاية ويدعمنا باللايك ويشرفنا بالاشتراك ويلا بينا على الشرح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا اقدر اشغل جهاز الكمبيوتر اخليه اعرض على الموبايل بدون انترنت ويبقى بالزبط كأن جهاز الموبايل كأنه شاشة كمبيوتر بالزبط فكرة جميلة وهتفيد ناس كتير جدا وأغلبهم الناس اللي بتشتغل في الصيانة فضلا على انك تجيب شاشة كمبيوتر هتقدر توصل الكمبيوتر مباشرة على الموبايل وتقدر تشاهد اي حاجة في جهاز الكمبيوتر او في جهاز اللابتوب لو شاشة اللاب مكسورة او فيها اي خلل هتقدر تعرضها على الموبايل ويبقى الموبايل معاك زي شاشة الكمبيوتر بالزبط طيب ايه المكونات اللي احنا هنحتاجها هنحتاج الكونفرت اللي قلنا عليه في الفيديو السابق اهو وقلنا على سعره ده سعره 50 جنيه فقط لغير بياخد من الفيجة ويحول لك اديو وفيديو وشغلناه في الفيديو السابق يا ريت اخواتنا يشوفوه انك ازاي تعرض الكيسة الكمبيوتر او اللابتوب على جهاز التلفزيون القديم هنيجي بقى هنا تاني هنحتاج قطعة تانية بازن الله ولكن الاول نوصل الباور لجهاز الكمبيوتر ونبدأ نجرب مع بعض هندي الكمبيوتر باور بسم الله الرحمن الرحيم وهنيجي هنا على كابل الفيجة نوصله لانه بيتصل على الكونفرت ده بيدخل هنا فيجة وبيخرج لي من هنا جاكات اديو وفيديو دي اللي هنوصلها على الموبايل هنشوف مع بعض دلوقتي فكرة جميلة يمكن اول حد يعملها على اليوتيوب ولكن من ضمن الافكار والابداعات اللي بنقدر نقدمها بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم بفضل اخواتنا وحبيبنا اللي دايما بيشرفونا بالدعاء وبشرفونا في التعليقات والناس اللي بتعمل اللايقات انا بشكرهم دايما هنيجي هنا نجيب كابل تلاتة تلاتة في تلاتة كده بتاع الجاكات شننبدأ نوصله على الجاكات دي ادي الاصفر و ادي اللون البيض و ادي اللون الاحمر هنوصل كابل الفيجة بالشكل ده لازم الجهاز لازم الجهاز ده يتغذب 5 فولت يبقى هنوصله من هنا ال 5 فولت على كابل اليو اس بي وهنديله الفولتية بتاعته منين هنديله الفولتية بتاعته من جهاز الكمبيوتر بسم الله الرحمن الرحيم كده تمام انا دلوقتي يلزمني بقى ان انا انا لوصلت على جهاز تليفزيون من النوع القديم هيعرض معايا كل حاجة موجودة في جهاز الكمبيوتر زي ما شرحنا في الفيديو السابق ولكن انا دلوقتي عايز اوصل على الموبايل طبعا مش هينفع نوصل على الموبايل كده ولكن من ضمن الافكار بتاعتنا بفضل الله سبحانه وتعالى هنقدر نوصل بالطريقة اللي قدامنا هنجيب كطعة اوتو جي زي ودي بالزبط عشان نوصلها هنا في الموبايل برضو سعرها لا يتعدى 10 جنيه فقط لغيره وهنجيب بقى كارت الايزر كاب الايزر كاب اللي احنا قدرنا نشرحه في الفيديوهات كثيرة عندنا على القناة ياريت اخواتنا برضو يراجعوا القناة ويشوفوا كل الفيديوهات اللي قدرنا نشرح فيها ان احنا عملنا منه حاجات كثيرة جدا الايزر كاب ده فيه منه ايزي كاب وفيه ايزر كاب انا افضل الايزر كاب ده افضل بكتير من الايزي كاب هتقدر تفكه كده بشكل ده سعره كام يعمل له 120 لحد 150 جنيه على حسب منطقة حضرتك وهنجي نوصله كده في اليو اس بي بتاعته تمام وهنوصل على جهاز الموبايل انا هنا علشان منزل التطبيق لازم الاول تنزل التطبيق اسمه يو اس بي كاميرا يو اس بي كاميرا اه تطبيق يو اس بي كاميرا كل اخواتنا اللي بسألوا عليه هتجيب عندك الماتجر بلاي وهتكتب تطبيق يو اس بي كاميرا هيظهر لك لو مجرد بس ما تكتب يو اس بي يو اس بي كاميرا هيظهر معاك يو يو اس بي الناس اللي بتقول ما بزهرش معاي تاميرا هيظهر معاك من ضمن التطبيقات اللي بتبحس عنك اه ظهر معايا اه كزا اصدار منه هتقدر تحمل الاصدار اللي احنا محملينه عندنا اه اللي موجود على الموبايل بتاعنا هيشتغل معاك بكفاءة وممتاز جدا انا هنا اه ومسطبه اه في منه بقى علامتين فوق بعض انا افضل اللي هو العلامة الواحدة دي بس هنجي بقى نوصل كده اهو شان هيوصل بقى روه بسم الله الرحمن الرحيم كده وصلنا اول ما بوصل الجهاز بيفتح معاك مباشرة كده فتح معاك الجهاز مباشرة منتظر بقى وصل الجاكات ويعرض معاك اي حاجة انا موصل عليه هقول بسم الله الرحمن الرحيم قاد اللون الاحمر وقاد اللون الابيض وقاد اللون الاصفر كل الالوان لازم تبقى بنفس الطريقة وهنقدر نشغل جهاز الكمبيوتر هنبدأ نشغل باور ليه جهاز الكمبيوتر كده الجهاز شغال والكونفرت شغال معاك هنبدأ نفتح كده الباور بسم الله ونشغل نشوف ايه اللي هيتم زي ما انتو شايتين طبعا الخطوط اللي جات العلامة اللي جات السطارة دي ده نوع الجهاز اللي بيفتح معاك اهو ولكن السطارة اللي جات في الاول دي بتيجي على الجهاز دي تبع الجهاز ولكن الجهاز بحمل هنا طالب مني اف واحد هلغط اف واحد بسم الله وهننتظر هيشتغل معايا الويندز وجهاز الكمبيوتر بجودة محترمة حاجة جميلة جدا انك تقدر تصين الجهاز وتعمل وتنقل ملفات وتعمل اي حاجة حضرتك عايز تعملها باستخدام الفكرة الجميلة دي بدأ يحمل معايا اهو هتقدر بقى حد يقول لي عايزة تكبر الشاشة تقدر تكبر الشاشة وتعمل دوران وتلف الشاشة كده بالعرض وتبقى ملء الموبايل ملء الموبايل بتقدر تكبرها كمان زي ما انت عايزة التطبيق جميل وحاجة ممتازة ولكن خلينا كده في الشكل ده علشان برضو ايه اخواتنا شوف انا كده هشتغل بالماوس اهو الماوس بتاعي اهو هشتغل معايا زي ما انتو شايفين الماوس شغال اهو وقدر افتح اعمل اي حاجة زي ما انتو شايفين هنا جبت التطبيقات بتاعت الويندز تقدر تفتح وتشغل اي حاجة عايز تشغلها على جهاز الكمبيوتر وتنقل وتعمل اللي انت عايزه يبقى اذا احنا دلوقتي يمكن اول مرة على اليوتيوب حد يحول الموبايل لشاشة كمبيوتر ودي بفضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل اخواتنا اللي بيدعولنا في التعليقات واللي بيدعمونا والناس اللي بتساعدنا انا بشكركم جميعا ويريد كل اخواتي وحبيبي يعني ما ينسوش يدعمونا باللايك ويشرفونا بالاشتراك ويريد كمان تتفضلوا معانا في قناتنا التانية هسيبها في صندوق الوصف هسيب الرابط في اسفل الفيديو في صندوق الوصف علشان كل الناس تشرفنا واتنورنا في القناة التانية وهي القناة الاحتياطية برضو بنقدم عليها محتوى يارب المحتوى اللي بنقدمه عليها يعجب اخواتنا وحبيبنا المشاهدين ومتابعين اللي دايما بنشكرهم في كل الفيديوهات كده جهاز الكمبيوتر اشتغل معاك بجودة محترمة على الموبايل كده الموبايل اصبح جهاز كمبيوتر او شاشة كمبيوتر تقدر توصل اللابتوب لو اللابتوب عندك الشاشة بتاعته مكسورة او فيها عطل او فيها خلل هتقدر توصل الكونفيرت والقطع اللي جبناها وتوصلها بنفس الطريقة وهتعرض معاك كل حاجة موجودة على الجهاز على الموبايل ترجمة نانسي قنقر